عليكم السلام. قلنا ان النبي هو شخص محمد عليه السلام في حياته كمحمد ابن عبد الله الذي يعني نبئ بالقرآن الكريم. بالتالي يعني كشخص ليس معصوما هو عصبة النبي في الوحي بس. انه لابد ان يبلغ الوحي كما هو ده ربنا سبحانه بيحفظه ويعصبه من الناس. في غير ذلك قد يقع في خطأ يأتي القرآن الكريم ينزل وحي يلومه يعاتبه الى اخير. هنا احنا عندنا نوعين من الكلام او الاحاديث او الاقوال بتاعتدان. نوع ذكر في القرآن الكريم يعني تكلم كلام عوتب عليه او تكلم كلام لم يعاتب عليه بل يستفاد منه فيه متح له. وطبعا هو خارج القرآن الكريم له كلامنا وكان قائد وكان زوج وكان صاحب وكان صديق وكان جار وكان انسان فلو كلام خارج القرآن الكريم ايه حكم ده احنا اتعرض النهاردة لأخوال النبي في القرآن الكريم. حنوعتي امثل يعني في غزوة باتر ربنا سبحانه وتعالى يقول كما اخرجك ربك من بيتك ابن الحق وان فريق من المؤنية لكارهون يجادرونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون. وبعد كده ربنا سبحانه بيذكر في سورة العمران اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. هنا قال لهم هذا الكلام وربنا ذكر في القرآن الكريم هذا الكلام. فدي قول له قاله عليه السلام وربنا ذكر هذا الكلام. طالما ذكر هذا الكلام في القرآن الكريم لابد ان نؤمن به تبعا لإيماننا بكل حرف جاء في القرآن الكريم. في غزوة ذات العسرة تثاقل المنافقون والمؤمنين للفقراء الضعفاء تنافسوا في الخروج. ومنهم ناس مشكلة معهم حاجة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله غفور الرحيم. بعض الناس جمع عايز يطلع ومش معاه مش عايز يشتري راحلة يطلع به. فربنا سبحانه وتعالى يقول ولا على الذين إذا ما أتوكى لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيضوا من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. هنا النبي قال لهم لا أجد ما أحملكم. أنا مش عندي ناقة تركبوها. أنا مش عندي فارس تركبوه مثلا. فالله ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا القول. ونحن نؤمن بهذا القول ضمن إيماننا بكل حرف في الخرآن الكريم. ده كلام جميل جدا ولا لوم عليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر حادثة النبي قال فيها كلاما تعرض بسببه للون في موضوع تطليق زوجة زيد بن حالثة. ليه في موضوع الظهار. اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أمر أن زيدا يطلق زوجته وهو كان يعني ابن النبي بالتبني عشقات بعد كان نبي تزوجها والنبي تحرر بن هذا وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا وقال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق وأن تخشى. لما قال أمسك عليك زوجك هو كان هنا عاصيا ربنا سبحانه وتعالى لأن ربنا قال له أنه لازم أنه يطلق. فهو قال له العكس. فإذ تقول هنا قول قاله ولباك موفقا فيه عليه السلام. لكننا نؤمن بهذا القول الذي أورده ربنا جل وعلا في القرآن الكريم ضمن إيماننا بكل ما جاء في القرآن الكريم. فمن هنا بقى هناك من أقوال النبي ما جاءت في القرآن الكريم ونحن نؤمن بها كما جاءت في القرآن الكريم. عليكم سلام